ايضا احمد حمدي وادونيزي احمد حمدي اللعب الصاعدة باش مهندس عنصر مبشر جدا اودونيزي الايطالي اهتم به قدم عرض مالي ادارة النادي شافت انه لا يليق بكفاءة اللعب الصاعد واللعب عنده الرغبة للانتقال والاهل الطلب من اودونيزي زيادة هذا المقابل فكرة ان انا ادي فرصة انا عايز اعرف بس هل خرج فوز الحناوي مجانا اعارة لا لا طبعا مقابل عشان نعرف بس الانديه دي نفكرها بس ما بتاخدوا اللعيبة بنجملكوا ازاي وانتوا ما بتدونا اللعيبة كل الانديه تمصر بتعملوا معانا اي مش اكتر من كده الالي يوافع على اعارة احمد حمدي الاودونيزي وتفاصيل مالية قد توقف الصفقة هي ديها المشكلة زي ما قال الموقع يلا كورا وقال انه مجلس دارة الاهلي وافق على اعارة اللعب الصاعد احمد حمدي ولا فيه تفاصيل لأودونيزي ضعف العرض اللي هو كاي وقال مرسل يلا كورا بان الاهلي ابدا موافقة على رحيل حمدي الى الفريق الايطالي بعد حصول مجلس الادارة على موافقة كابتن حسام البدري المدير الفني احمد حمدي سابق له انه قضى فترة معايشة مع اودونيزي خلال الايام الماضية قبل ان يعود للقاهرة منتظرا العرض الرسمي فيه تفاصيل مالية كتيرة في هذا العرض اودونيزي ارسل في البداية عرضه اللي ضم احمد حمدي لمدة موسم على سبيل الاعارة مقابل مية وخمسين الف دولار فقط مع وجود بندب احقية النادي الايطالي فيه شراء بطاقة اللاعب مقابل سبعمائة الف دولار الا انه الاهلي ابلغ النادي الايطالي ضرورة التفاوض من جديد حول القيمة باشوانتس وهذا كلام في اللي احنا بنشوفه دلوقتي بسيط لكن ممكن فيه بدأة اخرى هي يورو سبورت قالت لك الاهلي طلب 3 مليون يورو للاستغناء عن احمد حمدي كلام جميل طب ده احسن لك ولا مثلا تاخد مليون ونص يورو ولا 2 مليون يورو و20% من اعادة من اعادة البيع يعني انت خلي بالك ان الموليون العرب لحد اخر انتقال لمحمد صلاح بياخد فلوس فممكن تبقى نقطة ضغط انك تطلب 3 مليون لكن عندك حلول اكثر مرونة ايضا ممكن توصل انما هو حمدي ده لو طلع والله ما يتكذب الغطاس لو نجح في الدور الايطالي لا يرجع ما يتبعش لا لقالك 350 الف يورو للاعارة لمدة سنة ماشي او 3 مليون يورو ماشي 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 ده دي ارقامة جيدة معقولة لا جيدة جدا لو جاد واقل منها شوية ممكن لكن انا اعيره وتفاوض على بيعه بعد كده محطش رقم للبيع ليه بقى مش ممكن احتاجه هو يعني لعب هذه القدرات انت رأيك استبقيه ويظهر عندي لا لا انت هدلوقتي مش حيلعب مش حيلعب دفنت للسنة دي مش حيلعب اعم هو من سنتين ظهر بقوة مه لكن انت جبت بدائل عمال بتجيب بدائل وبدائل قوية مه فهو السنة دي احسن حاجة من يطلع عرق وفي اوروبا مه وفي الدوري الايطالي اللي هو دوري فيه مزاج لاتيني شوية في الكورة مه زينا طب ما يروح واذا شفت انا بقى عشان كده بقولك خلينا نتكلم في اعارة ها حتى لو كانت الاعارة بقى مش بنيت البيع مش هيعلوها قوي ها برضو ممكن يطلع يعني 3250 بس نتكلم في البيع بقى لما يعجبكم طب ما والطرف التاني من حق وبيتكلم فعلا لازما عشان ناخدوا اعارة وحطولك في الفاترينة الجميلة بتاعت دي لمدة سنة يبقى عندي اولوية الشرق اولوية لو حبيعه اه اولوية لو حبيعه اه بس ما يبقاش اوتوماتيك بعتلي الفلوس وبأخده لا لو انا رغبت افريد ان انا محتاجه لو رجعلي خلال لكن اولويات اه اولويات ياخد اولوية طبعا بحيث انه ما يعدوش لغيره دي افكار واليده في المياه مش زي اليده في النار انا عاد بكلمك كده وانا مش في الكواليس ومش مسؤول انما هي هي فكرة الاولوية زي ما انت عشتها او عملتها شرطا ان انا عشان اخد لعب باولوية الشرق ما تقدرش تبيعه لحد تاني غيري او قابل منك لا بتجيب العرض اللي جالك بقى ايوه بيسموه تقول لنا جالي اتنين مليون يورو اربع مليون يورو عايزو ما انت عندك عرض رسمي من نادي محدد عايزو خدو بالاربعة حيقولك لا مش عايز اروح بيعو للاربعة بس هو له الاولوية ولو هياخده عارب حق الشفعة ايوه اي حاجة زي كده ولو هياخده بالاربعة هياخده بالعرض اللي جاي لك اه قيمة اعلى عرض جاي لك لا اللي بيرغب فيه اه رفع طبعا قيمة احمد حمدي زي ما قلنا لحضراتكم وواضح انه لاعب جيد جدا وواضح انه الفترة اللي اضاها مع اودينيزي الايطالي اقنعت الفريق الايطالي باهمية الاحتفاظ باللاعب الساعد اللي بيناشد الاهلي الموافع على رحيله اللي اودينيزي عندنا عناصر كتيرة مبشرة جدا وانا الحقيقة سعيد بالانفتاح اللي حصل ما انت اللعبة دي هتوقع تعمل ايه انت لان تفهم ان اللعيب في الاخر بيحب يلعب اي كويس اي خطه انا مع الاعارة تماما ولذلك انا مبسوط من اتحاد الكورة ولذلك التراجع بقى عن فكرة انه هو كان تبقى قائمة مفتوحة وتعير اللي انت عايزه كانت افضل حل للكورة مصرية وده هتجي هتجي يعني لو انت عملت ربطة مؤكد القراردة هتتاخد عشان الكنز اللي عند الاندية اللي بتصرف على قطاع الناشئين ميروحش بقى وانطف بالزبط وتبدي تدي فرص بدر شوي من 18 و19 سنة وخلاص اللعيب يبقى عارف انه هو مش مش اسير لا ده هو ايوة خليني مع النادي الاهلي وقت ما يعوزني لكن طول ما هو مش محتاجني انا قادر يلعب وعبر عن نفسي في اي مكان بالزبط الربطة معنية بعودة الجماهير زي ما المهندس عادلي قال بس الربطة تتعمل وتحط لويحها علشان تبدأ تحرك الامور في مسابقة الدوري بالشكل الاحترافي واحد من ضمن اهدافها اللي تكلمت عنها او تكلم عنها بعض عضاء الربطة في الفترة الاخيرة ضرورة عودة الجماهير وكان الكلام بدأ فيه ممكن نرجع بألف مشجع لكل نادي ودي بداية برضو ضعيفة شوية لكن منول جزيه المدرب التاريخي للنادي الاهل وصحب الانجازات القياسية اللي تعاقد مؤخرا مع عواد دجلة للعمل كمشرف لقطاع النشئين فيه له تصريح مهم انه غياب الجماهير اكتر من كده هيأثر كتير على الكرة المصرية وده لازم ناخد بالنا منه يا جماعة اه فيه اعتبارات امنية لازم نحطها في الاعتبار فيه اشتراطات لازم تتعمل فيه طريقة عودة الجماهير من ضمنها الالية اللي استحدثها النادي الاهلي بجهد كبير جدا وجيد علشان تبدأ تحط ضوابط لعودة هزي الجماهير اتمنى ان كل الاطراف يكون معنية بالاساس ازاي نقدر نرجع الجماهير ولو بشكل جزء طبعا الكلام مش في الف مشجع لانه الف مشجع اولا لو رجعت بيك شوية ساعة الواحد يقرس سطر كده وعدين يخطر على باله في المضوع احمد حمد ده عشان تعرف ان ده شغل ووكلة ايوه ضغط ووكلة لو الوكيل ده بس انا بقى بيقابلنا انا اه لان ده شغل ووكلة النهاردة وتعجب شوفوا بقى الفقرة دي ام وتعجب مسؤوله نادي ادونيزي من طلبات الاهلي المدية التي وصلت الى 3 مليون يورو كاجمالي للصفقة في حالة بيع اللاعب نهائية وتعجبت ليه ما انت مش هتشيري اللي اذا كان عجبك ايوه فازا عجبك ايه تفعل 3 مليون اه مستكترم عليها لا شوف بقى التبرير بقى ده شغل الوكلة بقى اه التحليل ده والله العظيم تلاتة لو وكيلي يقعد يكلمني كده ما قاعد معا دقيقة ام يا ناس مش كده الوكيل ده جاي يعني حيصحبت علي ام يقولك ايه ويأتي سبب ربض النادي الآلي في استمرار المفاوضات لعدم مشاركة احمد حجيز شوف التفاصيل اللي هو وصل النادي ادونيزي اه ما بيلعبش عندك ما بيلعبش عندك في الموسم الماضي ام ومش في قيمتك في الدرجة الاولى ومش في قيمتك الافريقية تفاصيل انت مالك استنى بقى اه ولم يشارك احمد حمدي سوى في 8 مباريات فقط في الموسم قابلة الماضي يعني كان اصغر في السن ام وشارك في 8 مباراة انت بفرد ان انا دعمت نفسي بصفقات اقوى وده لسه صغير ايه انت واخد لائب صغير السن فاذا كان عبر عن نفسه ولفت نظري بدأ ما تقول بقى ايها الوكيل اه على لسان نادي ادونيزي وطبعا ادونيزي ما قالش الكلام ده اه اه لان ادونيزي مش حابه على الدواب يتعجب فيه اه هلأ لعب لمدة 300 و 2 دقيقة مقسمة بين دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا يعني لعب التلاتي ده امتبعنا ده بالعكس ده نقطة الصالح لعب دوري وكاس وافريقيا اه وانا كاسبان الدوري اه ووصلت فينال كاس يعني انت بص بقى الجملة الخطيرة بقى اللي قافل بيها ام نادي ادونيزي ام هه وبمقرنة العرض المادي الذي طلب الاهلي حصول عليه مع تاريخ اللاعب في النادي الاهلي عمري ما حد بفكر كده وعدد مشاركاته التضحن مسؤولي القلع الحمراء يرغبون في بيع دقيقة اللاعب احمد حمدي صاحب التسعتاشر عام مقابل ما يقرب من عشرة الاف يورو وهو مما دفع مسؤولي نادي ادونيزي اغلاق باب المفاوضات دون تفكير انا عايز حد من ادونيزي يتكلم عن نادي الاهلي ام عايز حد من نادي ادونيزي يتكلم عن نادي الاهلي مش وكيل عمال اديه اب كذا يعني وحسب عدد دقائق وقسمع تلاتة مليون هو مش حول تلاتة مليون يا ابني ايه اللي زي عجبه اه انا انا نادي ما بيعرفش قيم لعبته خلاص اه او عندي زحمة في الحدد انا ما بعرفش يا سيدة قيم اه بعد ما لعبته تمر مطشاة وهو اصغر سنتين ما لعبتهش السنة اللي فاتت كويس هل دي انا ما بعرفش لكن ادونيزي بيعرف مش هيقولك حشتريه اللي زي عجبه وهو حشتريه عشان الفريق الاول مش حشتريه عشان الناشئيه وعشان يكسب من وراءه طيب اني افضل احدد له سعر في حال البيع النهائي ولا اسيبه عرضه طلب اسيبه عرضه طلب اسيبه عرضه طلب اسيبه عرضه طلب اقول له انا عايز دلوقتي 350 الف يورو عام بالضبط اذا عجبك يبقى فيه سعر هتقوم تقول لي هتدينه اتنين اوفشن بيع نهائي بكذا بيع نهائي بيع نهائي وليه حق نسبة في اعادة من اعادة البيع دلوقتي اقول لي ان انا عايز فيه ثلاثة مليون دولار بعد كده لا مش هم من مستغلين لا نتكلم لا اعتبارات كتير انت ممكن يرجعلك اللعب وممكن يبقى عندك اوفشن تاني لو انت شايفه انه بينضب وبيتطور هتقول له مش عايز تدفع ثلاثة مليون يورو هتدفع كام هقول لك خليها واحد ونصة او اثنين ماشي بس هاخد عشرين ولا خمسة عشرين في المائة من اعادة البيع من بيع ومستبابة اما تيجي تبيعه لحد تاني اه وانت وبقتك بقى يتبع بعشرة مليون يورو بثمانية مليون يورو النسبة لي هتجاب لك فلوس كويس طب منو الجزيه وتصريحه بانه غياب الجماهير اكتر من كده ضرروا كبير على الكورة في مصر اكتر واحد شاعر بتأثير غياب الجماهير وخصوصا عن نادي الاهلي لازم يكون مالو جسيه لانه هو اللي استمتع بدفع هذه الجماهير هو اللي استمتع بمشهد انه يجي خسران من اليابان فيلاقيهم بيهتفولوا وابو تريكا كان رايح السعودية يروح ابو تريكا قاعد على رقمهم معايا ومنو الجسيخ نادي الفرقة من وراء الازاز يسقفوا الجماهير وتاخد لهم روح قوية تخليهم يكسابوا الدور هو شاعر بقيم الجماهير الآن فلما يفتقد الجماهير ممكن رأيه نتوقف أمام رأيه برضو من الأراء المهمة لمنو الجزيه قال ان اللعب المصري او اللعبين المصريين عندهم موهبة عالية جدا بل قال ان هي موهبة خارقة لكن ما ينقصهم الحياة حسب ما أكده منو الجزيه الفكر الجماعي الفكر الجماعي في الملعب وفي التعامل مع وحدة الفريق قال ان دي بتنقص اللعب المصريين كتير داخل الملعب وشدد المدرب البرتغالي على ان عدم وجود جماهير في المدرجات امر غاية في الخطورة على مستقبل الدور المصري مضيفا ان عدم وضع الناشئين تحت ضغوط جماهيرية من الصغر وده نقطة باقة شديدة اللي اهمية منو الجاي يمسك مشرف على قطاع الناشئين في نادي ما هواش جماهير الحياة نادي ودي دجلة بس لفت الانتباه لجزئية في منتهى التأثير انا لما هطلع جيل من اللعيبة زي الحناوي وزي كل العناصر الصعدة الوعدة ديت انت هتعودها انه مش هتلعب قدام جماهير بالشكل المدرجات الفاضية سنة ورد تانية ورد تالتة شخصيته تتكون على عدم وجود جماهير لما هيوفجأ بعد كده المسألة هتبقى لها تأثير شوفها سيد المرحل ودي كانت احد المشاغل اللي بتشغيلني انا شخصيا ونقلتها كتير لجنة الكورة ولجنة الكورة كانت مقتنعة وكانت بتكلف اي او بتطلب من اجهزة الفريق الاول انه يراعوا هذا الامر اي زمان زمان ليه كنا بنعرف لعبت النادي الاهلي اسم اسم في الناشئين لان كان تحت 18 وتحت 20 بيلعبوا في التتش بيلعبوا في التتش ماتشطوا اه فكنا بنتفرج عليه مش انت بس والاجهزة الدرجة الاولى بالزبط وجهور ما انا لسه جاي لها واعضاء النادي الاهلي والجماهير بتبص تلاقي الجماهير عرفينهم واحد واحد صحيح واخد بالك وبتشجحهم واللعيب بيطلع مكتسب شخصية الدرجة الاولى من احتكاكه في الملعب ده وعلى فكرة بالمناخ ده كتير جدا ما كان لعيبة الدرجة الاولى كابتن خطيب مش عارف مين يعني امثلة وكابتن حسيم يعودوا يتفرجوا على ماتش مثلا وليد صلاح كان نسطوع تتفرج عليه ولذلك تجد ان الخطيب هو بيبطل الدالو فانيليته عارف مين ده من سنة 16 سنة عارف مين ده 18 سنة فكنا بنطلب هذا الكلام وكان يقعد احمد مجاهد يحيارك على وليد اه طبعا 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 طول نار كان احمد مجاهد او بيس احمد مجاهد الكلام ده كله ربنا نفكره فاللي كنا بناخد هذا القرار لكن اللي كان بيحول دايما دون تطبيق هذه الفكرة ان كمان النادي اللي ما كانش بيتمرن كل ايام السبوع ما كانش على مرتين اي فالضغط على الملعب بتاع الدرجة اللي هو في الجزيرة ما كانش بالقوة دي اي الحل اي اي لازم يتعامل ملعب فرع في نادي الجزيرة في نادي الجزيرة اه طبعا اه علشان تقوم اي صيانة الملعب تنقل شوية على الملعب الفرع وترجع على الملعب الرئيسي وتنقل او انك تاخد اجازات في تدريب الدرجة الاولى على ملعب مدينة نصر بس لابد من عودة مباريات قطاع الناشين على الاقل في الجزيرة على الاقل اه الفريق اللي يلي اه الدرجة الاولى هيطلع بقى واحد عشرين يطلع عشرين يطلع تسعتاشر الذي يلي اه على الاقل لازم تتلعب المطشات دي ده الرفض المباشر اه طيب مش قادرين نعمل كل ده اه انا اي عشر مباريات اه هي القوية اه مع تكون حاسمة اه يطلع يلعبها في نادي الجزيرة اه في اهل الجزيرة في اهل الجزيرة علشان التواصل يتم والضغط والجماهير تتم وخلي جمهوري خش يتفرق اه انا دي يعني نصيحي اذا كان ليه ان انصح اه اه ترجمة نانسي قنقر